مسائل خير والنهاردة هنبدأ فيديو جديد كالعادة معاكم كل يوم كل فترة نزل لكم فيديو ان شاء الله النهاردة يعجبكم هنعمل النهاردة ساندويتش ساندويتش هات اللي احنا بنعملها بس ديها طب بالفراخ ومعاها هنحتاج دجاج مقطة بالتابل طبع عارفين انت التدبيلة ممكن تحط التدبيلة اللي انت عايزها في البيت عادي ما فيش اي مشاكل وتسيبها شوية تشرب التدبيلة بتاعاتها بتاع روباي ساعة بتطبق بالمنظر ده بتقطع سلايز او قطع صغيرة كده رفيعة طويلة ماشي دي معاها طبعا نتعزها طبعا كام واحد انت عندكم ممكن تحط كيلو اثنين تلاتة دي صدور فراخ بعد كده بنقطع الطماطن الطماطن بالطريقة دية بتطبق طريقتها بتقطع سلايز بطو صغير هنجبها كويس وبعد كده معانا فلفل الوان اخدر او اي فلفل اه احمر اي حاجة معاكي تحطيها كده تعطيها برضو نفس التقطيع دي بالمنظر ده يبقى المنظرها برضو جميل كده ونخش احنا نقلي الفراغ بتاعتنا وبعد ما استوعى الفراغ من على النار هنخط الفراغ بالمنظر ده ده الطبع بتاعنا منيجي الخبز منيجي نحط عليه كده كاتشب اللي احنا حطينا عليه زبادي بنحطه كده بالمنظر ده بيبقى تحت السندوكش مع مع الاكل وبقى طعم شكله طعمه حلو بيجي ناخد زي ده كده الفراغ اللي عندنا اللي احنا عاملناها كويس بالمنظر ده والروسها رسها حلوة في السندوكش حالو الكلام ويبقى منظرها فعلا جميل مع فلفل الوان مع الطماطم بيخلي شكلها وطعمها جميل جدا منيجي زي عمدوا نقفل السندوكش ده كده عليه بالمنظر ده وناخده بالمنظر تاني ده نقفل كده منيجي تاني ناخد السندوكش من هنا كده بيبقى منظره جميل ومليئن بيتاخد عليه على السلس يبقى يقفل معه تاني معه حتة دينا زي ما تشايفين كده سيرفت او مناديل ولا بيبقى زي ما انت عايزة ده ممكن تليفين من جوه كده فيه بالمنظر ده كده بيبقى سندوكش شكله شكله جميل بالمنظر ده بيبقى السندوكش بتاعنا طبعا هو يعني اللي هيكل يكل في البيت او يوضوا مع بره في الشارع ونتمنى ان الفيديو عجبكم وان شاء الله تعملونا نبصر الفيديو وتعملونا عجب ونكون معاكم على طول ونتمنى انتم تكونوا استمتعتوا بالفيديو وانا قلت منزل الفيديو قبل كده من يميل تلاتة هربعة يام برضو يميل نتمنى ان تشوفوا ده وده وحنا مع بعض على طول بيبقى انتفصالوا مع اي حاجة انتم عايزين انا موقف ده انا نعملها لكم ومتشكل جدا انا اه متابعة بكلنا ونتمنى ان تكون اه الفيديو عجبكم مع شيفا احمد غضوان وشكرا جزيلا انا